طابت مجالسنا وفاح أريجها وتنورت من ذكر سيرة أحمدا المرسل الهادي البشير المصطفى في الاقتداء به السعادة والهدى الله فضله وأعلى ذكره فغدا إماما للبرية سيدا فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى للسالكين ومن بسيرته اقتدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبعث وما رسلناك إلا رحمة للعالمين لكل العالمين الإنس والجن عليه الصلاة والسلام موصوف بالرحمة عليه الصلاة والسلام فقدم إليه عدد من القبائل ما كان يرد أحدا عليه الصلاة والسلام يسر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون من ضمن القبائل التي تعرفت عليه السلام وكان منها من حمل لواء الإسلام في أيامه الأولى قبيلة عظيمة هذه القبيلة هي قبيلة هذيل هذه القبيلة من عراقتها وفصاحة لسانها كان نزول القرآن بالقراءات الثابتة الواردة المتواترة عن رسول الله سلم كان من ضمن القراءات لهجة هذيل وهي ثابتة لأنهم أصحاب فصاحة قال حسان بن ثابت رضي الله عنه أرضاه أحد شعراء رسول الله سلم قال أفصح العرب هذيل من فصاحتهم الإمام الشافعي رحمه الله على فقهه وعلمه كانت له مواهب أخرى فكان صاحب نسب فهنا السابع عريق رحمه الله وكان أيضا فصيحا بليغا حكيما الإمام الشافعي اكتسب هذه الخصلة وهذا الفن في الفصاحة لأنه تربى في صغره عنده ذيل فكان صاحب فصاحة وبلاغة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه ابن غافل الهذلي هو الذي معنا الآن من هذيل كتب الله له أن يكون في السابقين الأولين رضي الله عنه أرضاه هذا الرجل الذي هو من هذيل هذه المزايا أمه أيضا كانت صحابية رضي الله عنه أرضاه فهي أم عبد بن تود الهذلية رضي الله عنه أرضاه عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي من هذيل تربى في مكة ونشأ فيها بين جبالها الشامخة ووديانها الفسيحة فأخذ النباهة في الذهن والصفاء في العقل وهذا ينصح به المربون كالآباء والإخوة بدفع أبنائهم ليعيشوا الحياة بحلوها ومرها مع رقابة عليهم حتى ينضج الفتى ويخرج فاهما حياته كيف تسير لا أن يكبر وهو كأنه نبت في مختبر مغلق لا يعرف ما هي الأجواء المحيطة فربما يكبر الجسد ويبقى العقل متأخرا ليس له خبرة في الحياة بل إطلاقهم بشراف ورقابة لمجتمعات آمنة ترى مكسب لهم يرتقي بهم يرتقي بهم إن كان في أجسادهم أو أفكارهم وعقولهم ألا يكونوا حبيسي التقنية والغرفة المغلقة ربما يكون فيها شيء مما لا يليق ويقابل ذلك الخروج والتعرف على الحياة بما فيها هذا مفيد لهم كحال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه عبد الله بن مسعود وهو ينشأ في جنبات مكة المكرمة كان من ذلك أنه بارس العمل تحمل مهنة وهي مهنة الرعي فكان يرعى يعني وظيفتها يرعى وكان يرعى لأحد زعماء قريش هو عقبة ابن أبي معيط هذا الرجل هذا من سوآت التاريخ هذا من الصفحات المظلمة هذا من النكرات التي مرت على تاريخ البشرية لأنه تجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عقبة ابن أبي معيط في المكانة المالية والاجتماعية من زعماء قريش يتصدر المشهد لماله ومكانته لكن في ميزان الله لا شيء نكر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة لكفره ومات على الكفر عقبة ابن أبي معيط استأجر عبد الله بن مسعود الهذلي استأجره ليكون راعيا على غنمه المعتاد أن الراعي يتنقل برعيه بين جنبات الأماكن حتى يجد عشبا لهذا الرأي فكان ذلك على هذا الحال وعبد الله باعتبار أنه تربى في مكة وعود نفسه بأن يتجول في فسحاتها وجنباتها فيسهل عليه مثل هذا الأمر رأي الغنم وهو يرعى يوما غنما لعقبة ابن أبي معيط قدم له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه ورضاه عبد الله بن مسعود لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف عبد الله بن مسعود فاستأذن أبو بكر من عبد الله بن مسعود أن يعطيهم شيئا من اللبن من لبن هذا القطيع فأبى عليهم وكانت حجته في ذلك وهي حجة صادقة وفي موضعها حجته أنه مؤتمن فكيف يخرج شيئا من أمانته وكانت حجة حقيقية أقره النبي عليه وسلم على ذلك أنه نعم يلزمه حفظ الأمان فطلب صلى الله عليه وسلم منه أن يدفع إليه جذعة لم ينز عليها الفحل أي صغيرا من الشيئة ليست حملا ولا تأحمل اللبن وبالتالي لو كان فيها شيء من اللبن لن يكون من الأمان التي حملها عبد الله بن مسعود فجاء لهم بواحدة جذعة صغيرة فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها فامتلأ لبنا ذهل عبد الله بن مسعود كيف يحصل ذلك فجاء بكر وحلبها فسقى رسول الله سلم وسقى عبد الله بن مسعود وشرب أبو بكر ثم أعاد النبي وسلم مسح ضرع تلك الجذعة فقلص ورجع لبضائه الطبيعي معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام ذهل عبد الله بن مسعود ما هذا الذي يراه فتكلم معه الرسول سلم وشرح له مكانته ورسالته فبادر بالإسلام رضي الله عنه وارضاه وكان في السابقين الأولين والنبي صلى الله عليه وسلم يومها رأى من عبد الله بن مسعود ملامح النبوخ والنباهة فقال صلى الله عليه وسلم إنك غلام معلم أنت فيك علامات النبوغ وإدراك العلم فظفر عبد الله بن مسعود بذلك وتمسك به ليحصل على هذه المنحة الربانية أن الله أعطاه عقلا مدركا فليفتق ذاك العقل في صنوف العلم وأصبح ملاصقا لكتاب الله مرددا له حريصا عليه لأنها القرآن هم أهل الله وخاصته رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن مسعود من فضائله أنه في العهد المكي وسط هذه الأجواء القاتمة والقهر القاسي من كفار قريش وسط كل ذلك حمل القرآن إليهم حيث دخل على منتديات زعماء قريش كفار قريش كانوا يجعلون منتديات خاصة لزعمائهم وساداتهم من الأثرياء والوجهاء لا يدخلها غيرهم من الفقراء ومن أشهر تلك المنتديات دار الندوة عبد الله بن مسعود من الفقراء ليست له تلك المكانة والحظوة لا الاجتماعية ولا المالية لكنه حمل نفسه وألقى بجسده بينهم فاستغربوا وذهلوا ما الذي قدم به إلينا هذا الراعي البسيط لم يجعبهم ولم يترك فرصة لاستدراك أفكارهم مباشرة باشرهم بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن تلى عليهم صدر سورة الرحمن فذهلوا وقالوا فيما بينهم ما الذي يتكلم به قالوا هذا كلام من محمد صلى الله عليه وسلم فانهالوا عليه ضربا رضي الله عنه وارضاه كان يريد لهم خيرا فعادوا عليه بالضرب كان هو ثاني شخص يجهر بالقرآن بعد رسول الله سلم أول من جهر بالقرآن أمام قريش رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم الثاني كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن مسعود كان في من هاجر إلى الحبشة ثم رجع ثم هاجر إلى المدينة وهو في المدينة تتكاثر عليه الفضائل ويلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الملازمة حتى أنه كان يقال عنه أنه صاحب وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسواكه ونعليه وطهوره عليه الصلاةه والسلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمان الحياة شاقة صعبة والنبي صلى الله عليه وسلم أمامه مشاق أيضا في نشر الدعوة وتعليم الناس والصبر على أذاهم فيحمل أعباء كثيرة فتطوع بعض الصحابة رضي الله عنهم لخدمته عليه صلاةه والسلام والقيام على شؤونه وكان منهم عبد الله بن مسعود تخصص في حمل سواكه عليه الصلاة والسلام ووساده إذا تنقل مسافات بعيدة عليه الصلاة والسلام في الهاجرة وذاك الحرة الشديد يحتاج أن يقيل أحيانا الوساد والنعلين له عليه الصلاة والسلام وطهوره الذي يتطهر به عند الوضوء صلى الله عليه وسلم فتخصص بذلك حتى سمي به وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كثر ملاصقته لرسول الله سلم كان بعض الصحابة كأبي موسى الأشعري رضي الله عنه كان يظن أن ابن مسعود هو من آل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أهل بيته عليه الصلاة والسلام لكثرة ما يرى من ملاصقته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن ابن مسعود ابن مسعود من كثر إتقانه للقرآن من كثر ذلك أن مر يوما به رسول الله سلم كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر يتدارسون أحوال الأمة خرجوا يردون العودة إلى ديارهم فمروا بالمسجد النبوي فرأوا رجلا يصلي كان ذاك الرجل هو عبد الله بن مسعود فقال صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه أي أنه ميزة أخرى غير أنه صاحب القرآن الغض الطريق كما أنزله الله لا ميزة مضافة أيضا لعبد الله بن مسعود أنه صاحب دعوة مجابة إن دعا الله في تلك الصلاة والحديث صححه الأرنعوت رحمه الله عبد الله بن مسعود من فضائله أنه أخذ من في رسول الله سلم مباشرة سبعين سورة من كتاب الله المصحف 114 سورة عبد الله بن مسعود أخذ 114 أخذ سبعين سورة مباشرة من رسول الله سلم من فيه الشريف عليه الصلاة والسلام بل كان صلى الله عليه وسلم يجلس إلى ابن مسعود يسمع منه القرآن والحديث في الصحيح قدم عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال أقرأ عليه القرآن فقال ابن مسعود يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليك وعليك أنزل قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل الوحي عليه يجلس ليسمع القرآن من ابن مسعود من فضائله رضي الله عنه عبد الله بن مسعود شهد المشاهدة كلها مع رسول الله واستمر على ذلك حتى كانت خلافة أبي بكر ثم خلافة عمر وفي خلافة عمر جاء ناس يشكون إلى عمر شكوى عظيمة قالوا إن رجلا يملي المصاحف من قلبه يعني رجل يملي الناس اكتبوا القرآن وهو يمليهم من حفظه وليس من مخطوطات يحفظها فصعق عمر وانتفخ غضبا من يتجرع لكتاب الله فقال لهم من هذا الذي يفعل فقالوا له عبد الله بن مسعود فسري عنه رضي الله عنه وارضاه وفريح بذلك قال والله لا أعرف من الناس أحدا أولى به بذلك منه أحفظ الناس لكتاب الله بل وصية رسول الله أن يؤخذ منه القرآن بل جلس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه وارضاه عاش على تلك الفضائل كلها حتى وافته المنية في سنة 32 في الهجرة النبوية في المدينة المنورة ودفن في البقيع رضي الله عنه وارضاه القرآن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته القرآن الذي قالوا فيه نور جبينك في هدى القرآن واقطف حصادك بعد الطول نوالي قرآننا سيظل نور هداية دستور أمتنا مدى الأجيال قد فاز من جعل الكتاب قرينه ودليله أبدا إلى الأفضال جعل الله القرآن ربيع قلوبنا وشفاء أمراضنا وأحزاننا وجعله شافعا مشفعا فينا وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين طابت مجالسنا وفاح أريجها وتنورات من ذكر سيرة أحمدا المرسل الهادي المشير المصطفى في الاقتداء به السعادة والهدى الله فضله وأعلى ذكره فغدا إماما للبرية سيدا فشمائل المختار نور مرشد للسالكين ومن بسيرته اقتدى للسالكين ومن بسيرته اقتدى